دلوقتي بما أننا تكلمنا عن الشعر إزاي أعرف أنه محتاج لفيتامينات ومعادن وهي أهم الفيتامينات والمعادن لصحة الشعر ده من ضمن الأسئلة اللي جاية وفيه كمان سؤال عن الرموش عن الرموش مافيش بنت إلا وتلاقيها دايماً بتدور وعايزة رموشها طويلة وكثيفة والفيتامينات والمعادن دي هل فعلا ممكن تساعد في ده أولاً صحة الشعر فيه حاجات كتير بنعملها بتبوز شعري ماينفعش شخص الشعري كل يوم مرتين حلوة أول ماينفعش أن أنا لما أجي أعمل بونيتيل أنا بحب أن ألم شعري فبشد عليها قوي بيبتدي هين حل من هنا دي حاجة ماينفعش كل شهر أعمل سابعة برضو الشامبوهات نحاول بقدر الإمكان نخليها من صالفيت السشوار عمال على بطال أنت بتبخري المياه فشعرك بيقصف مش كل يوم سشوار خصوصاً في الوقت اللي أنتو فيه بقى في الساحل في الأماكن المصيح انتو مش محتاجين تعملوه طول الوقت أنا في المصيح مش هتلاقي لي صورة وأنا مسيبة شعري بنمو على طول طيب محتاج أيه كمان شعري من أهم وسوق التغذية ده بيوقع الشعر محتاج شعري دي شكل علبة ألبا مالتي فيت عشان لو حد عايز يصورها بالزبط محتاج شعري أيه؟ محتاج بيوتين موجود في ألبا مالتي فيت محتاج زينك موجود في ألبا مالتي فيت محتاج فيتامين سي موجود في ألبا مالتي فيت محتاج الكوبالامين اللي هو بيدعم كرات الدم الحمرة موجود في ألبا مالتي فيت يبقى هناخد ألبا مالتي فيت قرص واحد وأتأكد أن أنا أعمل صورة الدم بتاعتي أن الحديد عندي مش وقع أكيد الحديد لو وقع شعري هيقع ده أكيد واتطمن على الغودة الدرقية بتاعتي أن ما فيش خمول يعني أشوف فرومينات الغودة الدرقية أنها كويسة واتطمن على إنزيمات الكلة كويس كل الحاجات دي لأن الكلة لو فيها مشكلة بتصرب لي البروتين فالشعر محتاج بروتين فمع كل كلام ده ما تطمنت على نفسي أنه ما عنديش عرض أو ما عنديش مرض عندي بس نقص فيتامينات ومعادن واللايف ستايل اللي قلت عليه أشرب ماي كويس قوي لأن الجفاف بيوقع الشعر مع قلب مالتي فيت قرص واحد هتقول لي طب إمتى ألاقي نتيجة يا دكتورة دينا في خلال شهر أهم حاجة الاستمرارية كل يوم قرص لأن الشعر بيحتاج وقت وقت أن أعيد بناءه بشكل صحي والرموش كذلك الرموش برضو بقول البنات بلاش طول الوقت نحط الرموش اللي هي البرماند دي يا عظيمة اللي هي بتتحط بتقعد بالفترة دي بزرط لأن الجلول اللي بيلزق بيها دي جماعة أولا بينصف بينصف كل الرموش وبيعمل ساعات حساسية للناس اللي عندها حساسية فعنين ما ينفعش يستخدموه يستخدموه بس يعني لما تيجوا تشروه سيبوا أسبوع البوسيلات تتنفس بس أكسجين ورجعوا حطوه تاني بس أنا بحب الرموش اللي بتتشله بتتحط ده لو في حالة آه الواحد مضطر بس يمكن بنات في الساحل يقولك أنا لسه هحط وشيل أنا بحطه تلات شهور ده كتير جدا كتير فده برضو بيأثر حتى ده كاترالة العيون يقولك لازم لما نيجي نمسح حتى مكان الميكاب الطبيع أو نخسل وشنا ضروري مكان الرموش ده نعمله كويس بالزبط كان ليه زمان في الصيدليات يا دينا حاجات كده للغسول للرموش بس صح اللي هو بيطلع بقية الحاجات أنا بكلم حضراتكم لأنه فعلا ده حقيقة احنا كنا بنعاني من صح أنا جالي قبل كده حساسي بسبب الميكاب وكان في الوقت ده كان بسبب المسكرة اللي بنحطها في رموشنا وأهم حاجة أنه نخسل وشي قبل ما نام ميكاب ده مهم في بنات بتنام بالميكاب ده 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 كده معلومة مهمة آه يعني احنا بقى بصوا موضوع الميكاب ده بليز يا جماعة وليه حتى لو مرهقين وتعبنين آخر حاجة بجد لازم تمسحوا الميكاب قبل ما تنام لازم ما سوفك وتبقى بتتنفس بنات لو اي ده مش قادرة المصر وتنام وتسحران لازم لازم أخذ وشي كويس قوي وحط الترتيب بتاعي